التأقلم مع التغيرات المناخية والتنمية المستدامة والسياحة التضامنية في وحاة العالم كان شعارا منتدى الدولي للسياحة التضامنية بمدينة ورززات في دورته الثامنة تظاهرة حضرها أزيد من خبس مائة مشارك من خبراء وإعلاميين ومهني القطاع السياحي والبيئي قادموا من ثلاثين دولة لمناقشة عدد من القضايا المناخية والبيئية وطرح نماذج مشاريع تروم تنمية السياحة الواحية بالمغرب والعالم وصلنا للدورة الثامنة لهذا المنتدى لنحاول ضمن سياق خاص المحافظة على المناطق الواحية في العالم ولإيجاد النماذج السياحية المناسبة لإحياء الواحات والحفاظ عليها من التغيرات المناخية ثم المساهمة في إحداث تنمية مستدامة لفائدة ساكنيها ويشكل المنتدى فرصة لمناقشة إمكانيات تطوير نمط سياحي رصين ومسؤول عبر برنامج يشمل ندوات علمية وورشات موضوعاتية مع تقديم بعض النماذج الحية للبرامج الخاصة بالتنمية المستدامة للواحات بإقليم ورزازات الهدف كما تبعتوه هو أولا طرف على الواحات وكذلك التنمية للسياحة التضامنية كما تعرفوا السياحة من الروافد الاقتصادية لواحات لأنواحات المغرب غنية بمؤهلتها السياحية من جانب التقافي لجانب الصناعة التقليدية المناظر اللي فيها التنوع البيولوجي والتنوع البيئي لكي ينفذ الواحات نتمنى بلا أنه الإعلان ديال الورزازات اللي غادي يعني أنه يتصدر بعد النهاية ديال هدى المنتدى الدولي السياحة التضامنية يعطي دقة من طبيعة الحال الناقص الخطر بلا أنه راه الواحات تعاني وعلى جميع الفائلين مؤسسات حكومية وغير حكومية ومدنية بشأنه تضفر جهود ديالهم لحفاظ على هدى الموروط اللامادي ولكن كذلك خدمة التنمية والساكنة العمو وتهدف الدورة الثامنة للمنتدى التشهيع على دعم حماية واحات العالم من التدهور المتسارع في الوقت الذي تعرف فيه أنظمتها الإيكولوجية نوعا من الهشاشة ويروم أيضا تعزيز وتطوير نموذج سياحي تضامني معتدل يدعم التنمية المستدامة بالمنطقة اشتركوا في القناة